أهلاً شكراً على الاهتمام في هذه الحلقة والتي هي الثانية فضلت أنني بدأ بلاحظة الوصول الوصول أول مرة للزركان هذا المكان الذي محزول في الأطلس هذا الاختيار لسببين أولاً لأنه كان بدأ يتأسس واحد النوع من الشوق لما كان في الطريق طويلة ثلاث أيام من الزاوية من المكان الذي فيه القيادة من اثنين مع الشين واحدة تقريباً وعن مصلوحة النهار الأربع فكان نوع من الاشتياق لهذا المكان الذي موجهوم ووحد شيء غريب ومثير حضرات الإثارة وفي الطريق كانت تساؤلات كثيرة قدرة على التحدي وقدرة على المواجهة وماذا ينجحوا وقدروا في المدينة ومع الأصدقاء ومع الأهل وقدروا فيها الآن حيات فيها مسؤولية وفي واحد ظروف اجتماعية وظروف الجغرافية والمناخ الثقافة وظروف مختلفة بشكل جدري لا يوجد مجال للمقارنة فكنت بغيت حد لهذه الأسئلة أو كنت نوع من الفضول أنني نوصل الإجابات فكل لحظة تنقلوا أحنا وصلنا وحتى لما كنا تنسولوا السي والحسين دليل في هذه الرحلة فتقول لنا أحنا قربنا وغادي ندركوا من بعد كيفما تدركوا الغالب الرجال التعليم أو الناس التي تتعامل مع إبادية أنه مفهوم الزمن غير دقيق أولا لأنها لم يكن انشغلت كثيرة لتخلي الإنسان يهتم بالزمن الزمن مفتوح في الأماكن المفتوحة مضيق جدا وسريع جدا في الأماكن المغلقة الأماكن للحركة تتم فيها داخل واحد النطاق صغير وفي نفس الوقت عمليا مفهوم الدقيقة ومفهوم صغير مضبوط ومفهوم 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 في الأسلحة في هذا المسار، في هذا الرحلة، في كل حدة كانت تنسى المواجهة، المصارحة مع المكان، هذا الزركان شنو؟ وفي نفس الوقت، وهذا السبب الثاني هو أن في حالة الصراع عموما وفي حالة التغييرات التي تكون مفاجئة أو الحاجة التي تتجيب واقع آخر في لحظة وحدة، بحالة لحظة الموت بنفسها فتكون لحظة الحسم تتحسم هذا النوع الإنشغالات بمعنى أننا نريد أن نوصله لكي نكون في المكان، نكون في الزمن، ونكون أمام الواقع لم يكن هناك شيء ما يمكن أن نطمئنه في هذه اللحظة، من غير أن نوصله كما تقول للمغاربة فالآن نحن في الزركان، بلعطى الله أعطاه، لذلك يجب أن نلقاه سبيل للحياة في هذا المكان كنا وصلنا إلى النهار الأربع، وكان يوم للسوق للدوار من أكيد من أحد المسافة بعيدة، وباقي الآن تنصور ذاك اللحظة التي شفت الدوار فإذا كان شيء تشبيه التي تستحضرني أو التي تستحضروا في هذه اللحظة، فهو فيلم الرسالة واللحظة للفتح مكة، والكعبة، والشعاب مكة، والحارة البسيطة تدرأ للناس من بعيد فهذا هو الصورة التي تدخلني في بني ورحلتي بنفسها كنوع من الهجرة ونوع من الفتح، فتح أفق جديد للحياة نقلة من إنسان تيهيش وكشيتته في اللول لإنسان تحمل المسؤولية يقدرون نمشيون الإشكال التي تخلقوه ومفهوم العمل أو تجربة العمل فلسفية في الحياة الإنسان فوقفت من بعيد، وكان نشوف أكيد المشاعر فيها المفرحة لأنها هذا الشيء المجهول الآن تترقى أمام العينين دياري ولحظة الحسم التي تنسناها ربما من مدة طويلة لأنها من لحظة التعيينات أو ربما من لحظة التخرج من المركز التكويل المعلمين والهواجس والأسئلة تترابط الأنفس لأنها بالسمرار وعشنا واحد نوع من الدوامة، وخصوصا أننا كنا تنسمعوا رجال تعليم تتكلموا على المعاناة المعاناة مع الماء، المعاناة مع الأكل، المعاناة مع العقاراب، المعاناة مع الدرنسبور كانوا رجال تعليم الذين يفقدوا الأهل يرهم أو أحد الوالدين وما تقدروش يحضروا لحظة الوداع وما تقدروش يحضروا لحظة الجنازة فتجربة كانت بالفعل مرعبة أنا الآن أمامها ولكي هو... شيفارس أكيد، ولكن لا أقف أجد المكان ونتشوف زركان من بعيد وكأنني تنقل نفسي هنا ومن بعد وصلت بعض الناس وتكزيت إلى قبائل زيان بساط جدا جمعة ديور بالطوب ساحة الوسط شجرة يبسة معلق فيها واحد المعز الدبوح و تيتباع الحمد و شوية الفلوس لكل واحد حيث الناس لم يكن لديها حيث المائز بثاف و تكون عنده تخلي الحديب أو شي حاجة أو لا فقط نوع من الملط مئنان يعني كيفما كان بالحال تتملك شي حاجة شي تبيع شوية البيض شي تبيع شوية الخيزة و شوية المطيشة البصلة علب السردين طان طان تحوص العلبة صفرة تبيع شوية الحجار سوبرلوكس يعني بدك الفترة و فترة الراديو خصوصا في المغرب اللي هو بهد الوسيلة الوحيدة للناس و كانوا ناس قلالة يتملكوا أصلا للراديو فالحجار جزء أساسي من السوق المغربي اللي في البادية اللي في الجبل وهذا الشي اللي كان كان زمال يدي السي مترجي يصل قبل مني البوار لأنه كان مشامل من غير القنيط رابشي خمسين قبل مني كنا عرفت تعيين وتحق بزر كان قبل فتعانقنا كان معه واحد الولد من تلمد الخامس هيكون صديقي دينا واحد الولد اللي غادي خدمنا بزاف الحويش في الحياة دينا تماما منزل وظيفي رأيب و كان للأسف تبنى عاربشي سنتين قبل و قالوا الناب عنده راب مجرد مثلا بني ديالو و شوجت القاعد قلب يسمينا ركس نحيف جدا يعني أتعد للجوع البادي عليه بشكل واضح و كاننا نعيش تجربة الإنسان اللولة اللي فيها الخلوة اللي فيها الطبيعة اللي فيها البساطة اللي فيها القلفة ديالكل ف ربما مشي بشكل وعي اللي تتوفر لي الان بحكم العمر و بحكم الدجربة وبحكم معرفة شوية ولكن حضرت هاد هاد الصورة ديال البدائية لان بالفعل تجربة بدائية و هاد نعيشوها تفاصيل بسيطة جدا سواء لمستوى العلاقات أو لمستوى المعيش ديومي أو حتى لمستوى الروتين فكل شيء كان بسيط بسيط جدا شكرا شكرا شكرا